تلقات العديد والعديد العديد من الانتقادات بحكم أنه كان بزاف واحد اللي كونسابت يدونهم كان فيهم في بعض المراحل كان فيهم العنف من بعد أولاو مريم مدات وفقيني الرايك وحتى أولاو يقولوا أنه هذو كاميرا الخافية اللي راح يتندر راح يمخدومة كما قال الحاجم قبل أي مخدومة ورام يخيروا ناس أم يجوزوا معهم أنت بحكم أنك أنت المعد وأنت المقدمة هذة الكاميرا الخافية وكل من لا يحبون أن يشاهدون الكاميرا الخافية في رمضان نتفضل حاجم نحن نتكلم عن الكاميرا الخافية إذا أردت تشفابنانا نجاركا في الكاميرا الخافية كاميرا الخافية اللي داروا البؤز ولكننا أن نعود أن نعود إلى 2014 2015 نعود أن نعود أن نعود إلى أن 2013 2013 2012 كان يقولون كاميرا الخافية في 2013 التمشاش لأن هناك إعلامي من هذه المادة بالتحديد كاميرا كاشي. الناس الذين يرونوا كاميرا كاشي كانوا تعجبون في 2013. تركيا لديهم 10 عام في مدينة. لا يرونها. و الجيل تبدل. الناس الذين يرون كاميرا كاشي تركيا مواكبين لتكنولوجيا العسرانة والتليفون. لديهم كل شيء في فيدهم. وليس تعرف كيفية الحياة. ليس سهل لكي تضحكهم. تفضل بلان. كي حكينا على العنف. أصلا سلطة الضبط تمنع العنف مثل هذه البرامج. أنا كي نختار الفكرة. أول حاجة نشوف. نشوف أسك تكون ردود الأفعال تكون عنيفة ولا لا لا. أنا مدبي في اختيار الفكرة. يكون هذاك ردود الأفعال اللي تكون تعجب. تضحك. ليس يتضرب وعنف وبالك سب. كشايف. سي بورسانة في اختيار الفكرة. نخير الأفكار اللي ما يكونش فيهم عنف كبير. ما كانش ردة فعل هاد العام. ما كانش وين واحد يطعلي. ربما حطي. اختيار الفكرة تلعب دور. الفكرة تلعب دور. أنا محبيتش نطح فادوك. الفكرة اللي يكون فيها ردة فعل عنيفة. أغلبية الأفكار اللي كانوا. كان الرياكسيون تحهم. كان ضحف وقصرة. كدير هذه المغلبية. لحسن ما شفت. كدرت مقالة بتاع استفزاز. لكن أنا كي نشوفه بلي حي بدى حي. يتطبق من العام بتاعه. أنا ننقلمه ونسي. نعرف كيفاش نعود ننقلمه ونذكره. أنه بلال ماشي العام لول ساعة كات على كاميرا كاشي. تفضلي سارة. أنا مريم برنامجي برعا كاميرا كاشي. معنى الناس يقلون كاميرا كاشي. يقلون مخدومة. قبل ما يشوفوها أصلا يحكموا عليها. بلني هذه حاجة مخدومة. صحيح. ونقولوا أنه ماشي مخدومة على كاميرا كاشي. ونذكروا أنه بلال ماشي العام اللول اللي يدر فيها كاميرا كاشي. عمي فات. كنت عندك تجربة. ونصبا طالب. ونصبا طالب. نصبا طالب. ونصبا طالب. ونصبا طالب. كنت تجربة. ونصبا طالب. ونصبا طالب. ونصبا طالب. أسمح لي بلال. في مامهد العام كانت نسب مشاهدة كبيرة. في برنامجة الكاميرا كافية. كان فيها مقالب صغيرة. لأنه كنا نشوفوا بعض التفاعل للناس كنكون طبيعي كنكون يرياكسيون مثلا كنولوا المقلب بتاع حديقة الحيوانات ومقلب فكرة بسيطة انه سبع هرب ملكاجا انت تحير كيفاش تقول سبع هرب ملكاجا لكن انا عرفت كيفاش الفكرة هذيك نطوها باش نطيح نبي يجي الناس اللي يكونوا التما اللي زورتها هذيك الحديقة حديقة الحيوانات ونشكر تانيت المراسل ونشكر كل المراسلين اللي كانوا تانيت وقفين معايا كي كنت نروح للولايات الممكن نقول لي وعلى تاع السبع هذيك حققت 11 مليون مشاهدة في الانستغرام الخاص بقناة النهار من شاء الله 11 مليون يعني نسبة كبيرة كبيرة ضريبة ومن براكين نخرج براه يقول لي واش اخويا بيلا السبع هذك حكمته هذا فيقبل يروا يحكي على عباد من عرفه مشاهد يقول لي اخويا واسبع هذك كيفاش حكموه لما زال مع انتها يقول الحمد لله كان عندها كان عندها نعم 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 ن